الله أكبر الله أكبر لا خير العمل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسناتي من كناه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم يصادف يوم غد ذكرى وفاة أم المؤمنين الصديقة خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها الحديث عن جانب من جوانب عظمة هذه الصديقة الجليلة التي صدقت رسول الله صلى الله عليه وآله حين كذبه الناس جانب من جوانب عظمة هذه السيدة الحديث يكون ضمن ثلاثة عنوين هي أبرز العناوين في عظمة الإنسان أبرز منابع العظمة في الإنسان ثلاث يمكن تقييم هذه العناوين الثلاث في حياة السيدة خديجة صلوات الله عليها في أعلى مستويات المبادئ والقيم أولاً الكمال ثانياً الفاضل ثالثاً التميز أولاً وربما يمكن أن يقال أدنى مستويات العظمة لدى هذه السيدة الجليلة هو الحديث عن كمالها كما هو مشهور أنه كمل من النساء هذا الحديث الذي يرويه العامة والخاصة بشكل متواتر وجداً شهير كمل من النساء أربع آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت أمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد أدنى مستويات العظمة في هذه السيدة الجليلة هو هذا الجانب هذا أدنى مستوياتها كمالها الكمال جوهرة الكمال هو حصافة العقل هو دراية العقل الإدراك والمعرفة هذا هو جوهر الكمال كمال يعني كمال العقل كما هو نص في جملة من الروايات الكمال يعني الإدراك الحقيقي يعني المعرفة كانت صلوات الله عليها في أعلى درجات المعرفة المعرفة بماذا؟ المعرفة بالمبدأ المعرفة بالله تبارك وتعالى وبأعلى المبادئ وهو رسول الله صلى الله عليه وآله من كان ذا أعلى مرتبة لمعرفته مثل خديجة صلوات الله عليها برسول الله يوم كان رسول الله لم يكن بعده نبيا لم يكن إلا يتيم ضعيف الحال والاقتصاد كان يعتبر عامل في تجارتها صلوات الله عليها كم هذه المرأة تدرك كم عقلها حصيف حتى ترى في هذا الرجل العظم هذه الرؤية هذه البصيرة لا يمكن أن تحصل لكل إنسان حتى بعد بلوغه مرتبة خاتم الأنبياء وبلوغه مرتبة النبوة العظمى وبلوغه أشرف الأنبياء والمرسلين الزواجات الأخرى ما عرفوا قدره بل استهانوا بمقامه وهذا ما يحدثه التاريخ بشكل مطول كيف هذه المرأة في مرحلة لم يكن يبلغ بعد لم يجد لم يمكن أن يشاهد منه علامات العظمة إلا من يكون ذا عقل حصيف ذا دراية من أجمل الأشياء إذا تمكنت إقرأوا الأبيات الشعرية كثير أبيات كثيرة منسوبة إلى السيدة خديجة صلى الله عليه في وصف عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا بحار الأنوار مليء بهذه الأبيات بالعشرات أبيات شعرية حقيقة تنبئ عن عمق معرفتها هذه المعرفة قيمة العقل قيمة كل شيء هو معرفته معرفة أهل البيت أرفع القيم في مجال الدرك معرفة حقهم ومعرفة حقيقتهم مو في آخر زيارة الجامعة اللهم إني آخر مقطع أسألك أن تدخلني في زمرة العارفين بهم وبحقهم هذه معرفة هذا إدراك العقل أشعار رهيبة حقيقتها لا يمكن أن تصدر من امرأة بهذه الحشمة والوقار امرأة كانت ترفض زواج الملوك كانت من الرفعة والمقام والمكانة بحيث أن الملوك الملوك يأتون إلى خطبتها كانت ترفضهم لا تلتقي هذا في تاريخ مسجل حتى المسيحيين بعضهم كتبوا لا تلتقي بأي أجنبي إلا من وراء حجاب من وراء هذا ما كان ذاك الوقت مفهوم الحجاب أصلا هذه تأتي بكلمات في وصف رسول الله محيرة للعقول حقيقة هذا أدنى جوانب عظمتها أقرأ بعض الأبيات وإنتوا تابعوا البقية بالعشرات أبيات بيتي أن أقرأ هذا من جملة الأبيات صلوات الله وسلامه عليها قالت من أشعر فلو أنني أمسيت فيك شوف العبارات في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة دامت الدنيا مليار سنة ودامت ولو أنني أمسيت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة ملك القياصرة والأكاسرة فما سويت عندي هذه الدنيا الدائمة جناح بعوضة إلى إذا لم تكن عيني لعينك ناظرة هذا هذا مو شعر هذا إحساس هذا شعور مو كلمات شعرية بعض وقات الإنسان ممكن يحكي كلام يبالغ في الكلام لا سيرة هذه الصديقة الجليلة أقوى شاهد على أن هذا مو شعر هذا شعور هذا أحاسيس هذه حياة تنطق على لسانها إذا لم تكن عيني لعينك ناظرة يعني هذه الدنيا كل هتافها شنو من شعور هذا شنو من إحساس ورسول الله ذلك الوقت اقرأوا كان عاملا في اغتجارتها صلى الله عليه لم يكن نبيا لم يكن رسولا كان يتيم فقير يعني المجتمع كان ينظر إلى في ذلك الوقت باستخفاف هذه شنو كانت تدرك شنو من دراية هذه شنو من معرفة هذه هذا هذا المجال الأول هذا اللي كمل من النساء هذا أبسط مجالات عظمتهم المجال الثاني مجال فضيلتها أفضليتها أفضلية السيدة صلى الله عليه الأفضلية يعني شنو يعني إذا فد واحد هو أعلم من الآخرين إذا فد واحد يكون أتقى وأورع من الآخرين هذا أفضلية الأفضلية مسألة جدا مهمة يبدو لي أن الأفضلية أهم من الكمال والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صحيح؟ القرآن الكريم يقول هذا الخير هذا الخير الكثير أبسط درجات عظمة الصديقة خديجة هذا الخير الكثير القرآن يعبر به هاي حكمة الحكمة يعني شنو؟ يعني معرفة جوهر الحكمة شنو؟ هي المعرفة أرفع من الحكمة وأرفع من المعرفة شنو؟ الفضائل الطبائع الإنسان لأنه هذا يسمو مسألة الأفضلية الأفضلية لاحظوا عندما يكون الإنسان أتقى من الآخرين إيسى بن عبد الله الأشعري القمي في الحديث في الكافي الشريف جاء إلى الإمام الصادق صلى الله عليه من قوم فقال له يا عيسى ليس منا ولا كرامة من كان في مصر وفيه مائة ألف أو يزيدون وفي ذلك المصر من هو أورع منه إذا أكو في مدينة أنت في الكويت مليون من النسمة مائة ألف أو يزيدون مصر يعني مدينة إذا أكو نفر واحد أورع منك شوفوا هذا حث تحفيز للأفضلية أورع منك أورع منك ليس منا لا تكون أنت منا أهل البيت تحفيز هائل يا عيسى ليس منا ولا كرامة ولا كرامة حاول أن تكون الأفضل انظر إلى من حولك إذا أكو واحد ذر أورع منك خلاص حاول أن تكون أورع منه إذا ذر أخلاقه أحسن إذا علمه أكثر تقواه أكثر فكرة أكثر يدرك أكثر معلومات أكثر حاول أن تكون الأفضل السعي نحو الأفضلية وامتلاك الأفضلية هذا هاي الأفضلية بحد ذاتها تحتاج إلى ثمره إذا حصلت على أرفع كرسي إذا حصلت على علم غزير لازم تنفق هذا الشيء اللي تحصله لاحظوا الأفضلية فيها ثمره الثمر إذا ما دفعت ما سددت تتحول الأفضلية عالة عالة شايفين المواد الحيوية في الجسم هذه المواد السكر مثلا هذه مواد حيوية يقوم الجسم عليها أما إذا هذه المواد تراكمت ما صرفت لازم تحترك في الجزء منها عدل حتى شنو يقوم الجسم تتحول إلى شنو آلف التاكة السكر يقتل الإنسان هاي المادة الحيوية ثمرة الأفضلية شنو الإحسان إذا عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء زكاة لكل شيء زكاة لازم في الجزء من هذا اللي أنت مكومه مكدسه هذا لازم تدفع للآخرين لازم تسخر هذا الأفضلية هذه الأفضلية هذا المقام من أجل ماذا من أجل ماذا تسخير توظيب من أجل ماذا من أجل خدمة الآخرين هذه رسالة الإنسان في الحياة الإنسان ليس رسالة أنه يجي يجمع علم ويجمع اعتبار واحترام الناس وزكاة في الحديث وإن لجاهكم زكاة كزكاة أموالكم حتى الجاه هذا الجاه الإنسان يكدس جاه من أجل ماذا لازم في نقدار منه يحرق يحرق من أجل شنو خدمة الناس هذا يحتاج إلى قرض تروح تتوسط في البنك البنك يعطيه قرض وبعد ينهم شنو ما يقدر يسدد القرض أنت ما يوجهك يروح قال يروح شنو شنو جاه والاعتبار ألم تر ألا تر إلى الذين يزك أنفسهم بل الله يزك ما يشاء شنو كل اعتبار وكدس وبعدين شنو فائدته ثمرت هذه الأفضلية ثمر واحدة جوهرة الأفضلية الإحسان للآخرين الإحسان للذين أحسن الأربعة أشياء الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا إحسان ليش إحنا في الحياة نعيش حتى ماذا حتى نحسن للآخرين ليش الإنسان يكوم علم ليش هلقد يتعب من أجل إحداث مكانه في المجتمع اعتبار ليش شنو فائدته أخيرا يموت أخيرا يروح تحت التراب الإحسان اللي هو الثمرة الأفضلية ولولا هذه الأفضلية هذه لو لا الإحسان لو لا هذه الثمرة تتحول الأفضلية إلى عالة أفضل بأي قيمة شن قيمة الإنسان إذا الإنسان قوي جدا فهناك أجل لكم والله أكو حيوانات كثيرة أقوى من الإنسان هاي القوة هاي الأفضلية شنو فائدته مو الشكل ثمرة الأفضلية هو الإحسان فالإحسان أرقى مستوى أرقى مرتبة من المعرفة الإنسان اللي عنده معرفة ما عنده إحسان شيف محسان إنسان يدري مكانة أهل البيت عليهما وقيمة أنه يعرف قيمة أبو قيمة أم يعرف ولكن لا يحسن إليهما وأحسن كما أحسن الله إليه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لاحظوا كما مهم الله لمن يحسن هذا إحسانه مو إحسان انفعال فعل يعني مو أنك أنت أحسنت إلى الله فالله يجيب إحسانك بالإحسان لا يبتدئ الله يبتدئ الإحسان وما يفكر هذا أهل ولا مؤهل الله يتفضل علينا من دون أهلية ولا قابلية كما مثل ما الله أحسن الله إليك إيش لون ما يحس بإحساب رب العالمين ما يبدأ انفعاليا إحسان انفعالي لا يبادر يبتدئ بالإحسان أنت من هالشكل إحسن هاي ثمرة القدرة هاي ثمرة الإمكانات الله تبارك وتعالى تفضل عليك أعطاك مواهب شطارة ذكاء عبقرية حافظة هاي مواهب سخرها وضبها من أجل ماذا؟ من أجل خدمة الآخر خصلتان ليس فوقهما من البر الشيء رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الإيمان بالله والنفع لعباد الله عباد الله بس أي أن يكون خليه يكون يهودي شنو نشكر عباد الله هذه قيم الإسلام الرفيعة الإحسان ثمرة المواهب ولولا هذا الإحسان فالمواهب لا لا تؤدي بالإنسان إلا في الحضيظ هاي النعم الإلهية تتحول مرديات تردب الإنسان لازم الإنسان يسخر هذا النعم والصديقة صلى الله عليه ماذا؟ صنعت سخرت هذا حديث يرويه العامة والخاصة قالت في الحديث قالت إنك تكثر من ذكر خديجة وقد أبدلك الله من هو خير منها فقال صلى الله عليه وآله كلا والله كلا والله ما بدلت بها من من هو خير منها صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ طردني الناس وأسعدتني بمالها وأعطتني مالها حين حرمني الناس ورزق الله الولد منها وفي حديث آخر ما نفعني مال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كمالها يعني مثل مال خديجة هذا عطاء من هو مثل خديجة في العطاء ما قام الإسلام وما استقام إلا بسيف علي ومال خديجة من هو مثل خديجة في الإحسان ومو إحسان ببشر عادي لا بأشرف الأولين والآخرين كل مفاهيم الإحسان هذه الأموال وهذا الشموخ وهذا الاعتبار مو قضية فقط أموال كانت آوتني حين طردني الناس احترمت احترمت النبي انطت اعتبار قبلته يوم اللي الناس طردوا طردوا الناس كلهم الناس يعني كل الناس احتضنت النبي يوم اللي النبي فقط كل أصدقاء عندما نزل من غار حراء النبي صلى الله عليه وآله أخذ شبريت هذا الاعتبار اللي كان يملك يسموه الصادق الأمين أخذ شبريت حرق كله من أجل الله قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الناس يعبدون يعبدون وثن شنو لا إله إلا الله فرشقوا النبي صلى الله عليه وآله بالحجارة كلهم هذال اللي كانوا يقبلوه خلاص خسر كل شي رسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله منه احتضنه منه كان ذاك الوقت أصلا غير خديجة اللي احتضنته وبذلت له هذا الإحسان بكل الأبعاد إلى من إلى ما أشرف الأولين والآخرين لاحظوا هذا المقام الثاني مو أن الإنسان يمكن الأفضل فقط الأفضلية لا قيمة لها إذا لا تسخر من أجل المبادئ والقيم من أجل خدمة الدين خدمة مبادئ الدين هذه هذا المرتبة الثانية مرتبة تسخير وتوظيف تلك المواهب والقدرات والطاقات كلا إن الإنسان لاحظوا هذا اللي أقول عال الأفضلية أصلا الأفضلية يعني الاستغناء كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغناء قانون الله الله يعرف هذه معرفة رب العالمين بالإنسان الله الخالق الإنسان يطغى عندما يصير أفضل هذه الأفضلية طغيان لازم توظب لازم هذه الأفضلية شنو تتضرر خديجة بسبب دفاعها عن رسول الله تضررت الناس النساء المدينة النساء مكة نبذوها أصلا بعد احترامها خسرت احترامها هذا توظيب من أجل هذا المبدأ العالي جوهر أنهي هذا المقطع بهذه الكلمة لاحظوا جوهر جوهر الأفضلية هو الشفقة الإحسان منبع الإحسان شنو شفقة رأفة حقيقة اللي تتفجر مواهبهم الإحسان لاحظوا لا يتمكنون البشرية يموتون إلى الأبد لا يتمكنون أن يسددون دين الذين قلوبهم مليئة بالرأفة والشفقة هذول هذول حق على الحياة عدهم هؤلاء الناس حق على استمرارية الحياة تدرون الرأفة والشفقة تنتزع فتيل الأزمات ليش هالمخابيل اللي موجودين في العالم هذول إخبالهم ما يدمر العالم ليش لأنه أكو ناس أصحاب شفقة يبثون بشفقتهم لكل الناس فهذا اللي يسود صحيح هاي الشفقة تنتزع الفتيل منه الرأفة والشفقة حقيقة دين على البشرية البشرية يموتون جمعاء جميعا جميعا وهم مكبدون بالديون تجاه منه تجاه المحسنين الإحسان شي مهم حقيقة ليش ما تصير حروب فتيل الحروب فتيل الأزمات تفكك العائلات تشوف الولد مثلا العياذ بالله امسودا شنو هذا كفيل بأن يفكك عائلة كاملة يحظى برأفه يحظى بشفقة من رجل ولو مو أبو رجل مثلا يمكن يكون غريب هذا الشفقة الطفي هذه الجذوة الموجودة في داخله فما يروح يسوي مكسورة ديش المكسورة ما تصير فلا يؤدي أمر العائلة إلى الفتاة إلى التفرق والتمزق هذه كلمة الإحسان شيء رهيب حقيقة لا يظاهي الإحسان شيء الإحسان أرقى من الحكمة التي يقول الله عنها ومن يؤتى الحكمة شنو فائدة أن الإنسان يؤتى خير كثير بس لا يوظب هذا الخير الكثير في شنو في أطفاء الحرائق في نزل فتيل الحروب إحنا نشوف العالم تشوفون الوضع شلون أكو هستيرية في الحياة كل شيء مهستر كل شيء مهستر منو يطف هذا الهستيرية أكو تشوف بين الناس واحد اثنين مغمورين يمكن وما يدري الإنسان هذا منو بس يوم القيامة رح يدري البشرية مدينة لأمثال هؤلاء البشرية مدينة للإنسان الذي يبذل الإحسان لفرد واحد فكيف البشرية دينها تجاه من بذلت الإحسان لأشرف الأولين والآخر البشرية إلى يوم القيامة مدينة لهذه المرأة مدينة ولا يكاد لا تكاد البشرية مستحيل أن تؤدي شيئا قليل من هذا الدين دين خديجة البشرية ما يقدرون يؤدوها بس الله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يقدرون دينها لا يؤدى نموت ونحيا كل البشرية تنقرض ودين خديجة لا يؤدى هي السبب في كل هذه القيم القائمة كل هذه المبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أقام هذه القيم بماذا أقام بمعونة هذه المرأة الجليلة هذا الجانب الثاني من عظمتها أفضليتها زائدا ثمرة الأفضلية وهو كلمة الإحسان الرأف والشفقة هذا العنوان الثاني يا أيها النبي قل لأزواجك قل لهم إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين تعالوا هذا مقام مقام الدنيا مو حرام عليكم تعالوا أمتع كنا وأسرح كنا صراحا جميلة قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده تعالوا ما يخلف روحوا تمتعوا روحوا تسرحوا تسرحوا من هذه المسؤولية هذا المقام الثاني المقام الثالث وهو أجل مقامات هذه الصديقة حقيقة يبدو لي أن هذا أرفع المقامات لعظمة هذه الصديقة الجليلة وهو مقام التضحية مو مقام الإحسان هذا أرفع من الإحسان تضحية فداء نكران الذات فأتمر أنت عليك زكاة تستقطع جزء من زكاتك وتطي هذا إحسان صحيح فتشيء أكثر من الإحسان أن تجي اتفدي بنفسك اتضح بنفسك هذا مقام التميز مقام التميز يمتاز الإنسان عن الآخرين شوفوا الله في القرآن الكريم يقول هذه سورة الأحزاب في آية 32 يا نساء النبي لستنك أحد من النساء شوفوا تميز لستنك أحد من النساء إن اتقيت أنتم مو مثل بقية النساء أنتم مقامكم أرفع أساسا من ذاتكم أنتم باعتبار زوجة النبي مقامكم رفيع جدا لستنك أحد من النساء إن اتقيت هذا مقام التميز تارة إن الإنسان لاحظوا يكون أورع الناس تارة يكون أعلى من الناس هذا مقام الأفضلية أكفت شيء أهم من ذلك أني ما أكون أعلى من الناس ولكن أمتاز بخصلة لا يمتلكها غيري العلم في كثير من الناس أكو وهناك مراتب بعضهم أعلم من بعض صحيح؟ ولكن أنا أمتاز بشغلة لا يمتلك الآخرين لا يمتلك أصحاب العلم وأصحاب الورع وأصحاب التقوى ماذا أمتلك؟ أمتلك تضحية أنا أضحي بحياتي هذه أرقى من العلم ومن ثمرة العلم اللي هو الإحسان هذه تضحية هذه أرقى المراتب هذا تميز هذا أهم من يعني الإنسان يكون زوجة رسول الله هذا هواي أهم من أن تكون امرأة عالمة عادلة متقية فهيمة فقيها زوجة رسول الله لستنك أحد من النساء هذا تميز بس هذا التميز بثمرة الإنسان إذا صار زوجة رسول الله لازم يأكل بلاوي ما يصير هالشكل هذا التميز بجوهرة جوهرة التميز التضحية أنت اللي تكونين زوجة رسول الله لازم أنت دفعين ثمن هذا التميز ثمن التميز شنو؟ بلاوي مشاكل رسول الله محفوف بالمشاكل محفوف بالفقر لازم تدفعين ثمن فاتورة رسول الله أنت لازم تدفعين القضية مهينة موسهلة لأنه تكون شخصية الإنسان يكون مقامه يرث مقام يرث تميز أبو عالم أبو مجاهد فالناس يحترموه هذا الاحترام مبلاش هذا الاحترام بثمرة ثمرته شيء واحد تضحية تضحية لازم تضحي بنفسك مو تبذل إحسان للآخر لا لازم الليل متنامة لازم تاكل هجرة وتاكل مشاكل السيدة الصديقة صلى الله عليه وعليها شنو من بلاوي شافت بسبب انتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ثمرة الانتساب الإنسان ما يصير الله تبارك وتعالى يطي مقام هجك البلاش لازم الإنسان يتعب نفسه يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة هذا انتسابكم إلى رسول الله من وراء بلاوي من وراء مشاكل يدقوكم يقتلوكم هذا اليوم مثل هذا اليوم راحت دماء مقدسة في شهر ضيافة الله في بيت الله صائمين ليش يقتلوكم ليش يسحقوكم ليش يستخفون بكم كل قيمة شنو هاي قيمة انتسابكم لرسول الله انتسابكم لأمير المؤمنين انتسابكم لولاية أمير المؤمنين هذا بي بلاوي الله في القرآن يقول إذا ما مستعد أنتوا نساء النبي ما مستعدين ما يخالف ما في أشكال تعالوا طلعكم برة طلعوا روحوا افتكوا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله أعد للمحسنات منكن عجرا عظيما إذا تردن الله بها بلاوي هذا مجرد أن يكون الإنسان تكون زوجة رسول الله كل المشاكل تنزل على رأسه هذه جوهرة الحياة حقيقة التضحية والتضحية ماذا يعني التضحية يعني شنو يعني تفرط بمصلحة شخصية هاي تضحية من أجل مصلحة شخص آخر السيدة خديجة أعلى درجات التضحية مثلتها في سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله يوصل حالها هاي السيدة الجليلة أن تكتفي على شقة أمره هاي يا حال هذا في شعب أبي طالب متبهدلة في صحراء تصهرها الشمس وفي الليل البرودة الرياح العاتية هاي امرأة هاي كانت أجل من الأكاسرة والملوك هاي لازم معدتها في 24 ساعة تكتفي على شقة تمره مو تمره هاي شنو من تضحية شنو من فداء أخيرا استشهدت صلى الله عليه في ذلك الطريق ما جسم بالنتيجة ما تمكن رسول الله كان يمتلك قوة 40 رجل بس خديجة ما كانت هكذا شعب أبي طالب قضى على خديجة ماتت صلوات الله عليها في مثل يوم غد في مثل هذه المناسبة هذه التضحية الجسيمة التي قدمتها تضحية بكل شيء يعني شوفوا هذا الآية القرآنية عجيبة وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنسى اعتقد هذا انطباعي هناك أدلة كثيرة أن هذه لا زائدة هذه لا للتأكيد يعني وانسى نصيبك من الدنيا مو بس ابتغي ما فيما آتاك الله الدار الآخر كل شيء انسى كل شيء انسى حتى نصيبك من الدنيا انسى اعتقد والدليل على ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى يعني شوني لتشقى يعني حتى نصيبك الطبيعي انت جاي تفرط به احنا ما قلنا هالشكل هذه دراية رسول الله بالرغم من ان الله تبارك وتعالى ما كان يطلب من رسول الله ان يضحي ويفرط بمصالحه الى هذه الدرجة لتشقى رسول الله اعلم الخلق بارادة الله كان يمارس حياة في حق نفسه يكاد الانسان مثل واحد جاء ينتحر هالشكل هذا وابتغي فيما اعتك الله هذه تمثل المقطع الاول يمثل شنو يمثل الجانب الاول من الكلام وهو شنو الكمال الارادة اقصد انوي كل شي ما عندك لله وابتغي القضية الثانية تمثل الجانب الثالث ولا تنسى يعني انسى نصيبك من الدنيا السيدة خديجة كانت ممكن ان تحتفظ في شيء يكفيها لأكلها لحياتها العادية فرطت هذه هذه التضحية التضحية اعلى درجات التمييز حقيقة اصلا التضحية ثمرة التمييز ودرجات التضحية تختلف هذه الدرجات التي يعبر عنها القرآن انها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا التضحية يعني شون يعني جهات الله في القرآن يقول لا يستوي قرآن هاي قرآنية القرآن يقول هناك نوعان من المؤمنين مؤمنيا شنو فاتقسم من المؤمن يسميه القرآن غير للضرر فاتقسم آخر يسمي المجاهدون في سبيل الله هذا التعبير قرآني مؤمن الإنسان المؤمن يؤدي زكاة يحسن بالنتجة إيمان يفرض عليه أن يخدم أكفت مرحلة أرفع من الإيمان مما يفرضه الإيمان ممكن أن تختاره ومرحلة الجهاد هذا الجهاد ثمرة التمييز الجهاد في سبيل الله قال أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام إن الجهاد شوفوا باب من أبواب الجنة فتحه الله شوفوا تميز لخاصة أوليائه ليس لأوليائه لخاصة أوليائه وما أعمال هذا أمير المؤمنين نهجوا البلاغة وما أعمال الخير كلها والجهاد في سبيل الله إلا كنفثة في بحر لجي نفثة كل أعمال الخير الإحسان كل كل هذا أعمال الخير إذا تقيس بالجهاد في سبيل الله جهاد يعني هذه تضحية هذا مو عمل خير للجهاد هذه تضحية تدري شنو أمير المؤمنين يقول إذا تقيسه يصير مثل شنو مثل نفثة نفثة هذه هذه والنفاث النفاثات في العقد القرآن يقول نفثة هذه إذا تقيسها ببحر مواج رياح آتية الماء 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 اللي موجود في البحر النفثة تحمل رطوبة بالقياس هذه الرطوبة اللي موجودة في النفثة بالقياس إلى البحر شنو؟ يعني كل أعمال الخير هيج بالقياس إلى الجهاد هذا الجهاد صحيح؟ هذا اللي القرآن يقول لا يستوي المؤمن الصالح غير للضرر مؤمن بس ما يشوف ضرر التضحية منبع الضرر الصديقة صلى الله عليه جلبت لنفسها أنواع الضرر ضحت حقيقة بكل شيء لم تبقي لنفسها ذرة ما يمكن أن تتعيش عليها حقيقة من أجل رسول الله بذلت كل ماء وجهها بذلت كل مالها كل عافيتها حتى لا تتمكن أن تعيش كم كان عمرها ما كانت كبيرة في السن كانت في مختبل العمر هذه مرأة مو مفروضا تموت هذه هذه التضحية هذه ثمرة التمييز لأن الإنسان إذا كان له مقربة من أهل البيت لازم يضحي وكل ما يتمكن يضحي أكثر فذلك يكون علامة إثمار هذا التمييز صلى الله عليه في هذا اليوم وفي مثل يوم غد يوم وفاتها بل برأي جملة من أعيان الفقهة يوم استشهادها صلى الله عليه وسلم عليها علينا وهي أمنا التي البشرية مدينة لأظمتها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأني مدينة لأفضالها وإحسانها جدير بالبشرية أن تعظم هذه الذكرى تعظم جلالة هذه المرأة وأفضل تعظيم لجلالتها استلهام طريقتها استعمال أسلوبها في الحياة في ضمن تصرفاتنا وسلوكنا وفي ضمن في ضمن أخلاقياتنا نسأل الله تبارك وتعالى بحقها أمنا الطاهرة أن يجعلها شفيعتنا في دنيانا وآخرتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر